موسيقى فإن شاء الله بإذن الله مش هتبدأ عن التدريب يعني يعني دي مهنة الأولى وعشقي وأنا شايف إن أنا مقدمتش كل حاجة في التدريب يعني طيب اللي بعده كنت عاوز أسأله وقول له مين أقرب اللاعبين لك من جيلك كتير يعني في محمود صالح في علاء عبدالصادق في علاء ميهوب في أيمن شوقي في عدل عبدالرحمن كتير وليد صلاح الدين يعني كل دولة قريبين مني جدا وغير وياس الريان أنا مش عايز أقول يعني شا ما نساش حد لا لا أنا فيه فعلا مجموعة يعني يعني قريبة وبعتزي بها جدا وناس كتير يعني طيب اللي بعده سؤالي بس كان هل شارط الكابتنة بتمنح للمقهوب ولا للنجم الأكثر نجومية ولا بالأدمية الكابتنة الكابتنة شارط الكابتنة بص أنا أنا مقتنع أنه الأقدمية أفضل بالذات في مصر عشان تاخد مع التاريخ بتاعتك آه يعني دي واحدة آآ ثانيا إنه إحنا ما وصلناش المستوى الاحترافي الغير طبيعي يعني اللي هو الكامل إنه حتى في المستوى الاحترافي الكبير بيحصل مشاكل أنا فاكر كويس قوي حصلت مشاكل قبل كده أيام بساريلا ومارادونا و بساريلا صمم و حصلت مشاكل يعني حتى في أمريكا الجنوية آآ في الكرة العالمية الكرة العالمية حصلت إنه في ناس وهولندا آآ أعتقد كان مستر مارتن يقول اللي قال لي إنه مازال اللعيب القديم ده أو الأقدم هو اللي كان أعتقد كان يعني لح ففي بعض أندية آآ ماشية على هذا النظام الغد دلوقتي لكن اللي هو الاحتراف البحث ده إن أنا أجيب مثلا واحد عنده عشرين سنة ولا أحده عشرين سنة و ملعبش حاجة وحد عنده مثلا تلاتين سنة وتاريخه كبير و أخليه كابتن لمجرد إنه هو أشهر أو كده آآ طيب اللي بعده و عاوز هو جيل و سؤال هل اللعب الفلانة الحمرة دلوقتي أصبح موجود ولا إحنا في عصر الاحتراف وبالكلم عن الروح الروح بتاعت النادي الآخر لا هو موجود ولكن يعني بمزاجنا أو مش بمزاجنا موضوع الاحتراف طغى في العالم كله و يعني اختلفت من أجيال لأجيال الله أعلم الله أعلم ولو الجيل القديم كان موجود في الزمن ده كان يحصل نفس اللي بيحصل دلوقتي من بعض اللاعبين ولا لأ لكن هيتفضل موجودة إن الناس بتحب الكيان وبتحب الفانيلا والنادي و كده ولكن الأمور اللي اختلفت كتير حواليها ممكن تغير شوية اللي بعده حقيقة في فترة الكابتون المستمع العربي لما كان بيلعب كان بيطلق عليه دايما لقب الجند المجهول فطرق اللقب ده كان بيدايقه ولا كان سعيد به يعني ممكن احنا كلمنا عليها في الحلقة هو هو كان كنت أكيد أي لقب بتقوله أو الناس بتقوله عليك أو كده أو صحفيين بيسعدك ولكن هيا بس كانت بتدايق أحياناً إنها كنت أحس إن أنت مكانتك أكبر من كده يعني اللي بعده كابتن أسامة طبعاً من الناس اللي احنا بنحبها وكابتن أسامة كان مميز جداً في ملعب كلاعب وككابتن للفريق بس احنا مشوفناهوش في العلدكة كمدرب يعني مميز فعاوزين نعرف هو إيه السبب يعني هو ليه ما نجحش في التدريب نجحه اللي نجحه في ملعب ككابتن لا هو مش أنا مش ما نجحتش أنا الفرص اللي خدتها ضعيفة جداً بالنسبة للدور الممتاز أنا نجحت جداً مع الانتاج الحاربي في السنة الأولى وكنت عامل موسم هايل أنت هما بيكلموا على السنة كنت مع النادي في النادي الأهلي مع مدربين أجانب وحققت إنجازات بره لوحدك محققتش ما هو أنا بقولك أنا ما دي مش هتتساوب دي لا أنا أنا بص النادي الأهلي سهل جداً تاخد فيه بطولات بإداراته اللي بتمر عليه بالإمكانات المادية بالجماعية بالنظام بالسيستم سهل جداً مع أي مدير فني أن ياخد بطولات مع النادي الأهلي ولكن هي الفكرة كان المدير الفني اللي بيجي هل هو بيضيفه يطور مع البطولات ولا لا لكن يعني غالباً كل ما أنا عامل في النادي الأهلي خد بطولات ولكن بره بالموضوع بيختلف لأنك أنت بتتحطف أماكن ممكن جداً واحد بيتحطف أماكن إمكاناتها كويسة عنده لعبة كويسة عنده فتتنجحك لأن القماشة بتنجحك والظروف النادي بتنجحك وفيه ساعات بتتحطف فرص ضعيفة ما هي إحنا قلنا بكرة بقت إمكانيات دلوقت؟ أنا عارف أنا بقصد أن أنا ما تحطتش في فرص كويسة أنا تحطت مرة واحدة في الإنتاج الحربي ومن أول الموسم وعملت موسم هايل وأكتر من ممتاز بعد كده مع أسوان ومع طنطة هما دول الفرقتين يجب سكتهم في الدول الممتاز مسكتهم في نص السنة وهم في خلاص بينزلوا بيهبطوا للدور الدرجة التانية في ظروف صعبة جداً فتجربة أسوان كملتها وكانت نكحة جداً ونزلنا على آخر مباراة بتوفيق غير طبيعي ورغم أن أنا جيب سكتهم متأخر قوي وكانوا عندهم عشر نقط بس في الدول الأولاني طنطة جيت في نص السنة ولم تكتمل لعبت معهم سبعة تامن ماتشات عشر ماتشات وماكملتش آخر سبعة ماتشات ما خدتش الفرصة كاملة فما رحتش في مكان عنده من الإمكانيات لا من أول السنة ولا من حتى ما خدتش الفرصة كاملة يعني ما خدتش الفرصة فيها كاملة يعني فرق الدرجة التانية معظمها كنت ماشي معاة كويس جداً جداً يعني فيه سنتين في السكة يشيدوا بيهم لغد دلوقتي في جازكوا يعني طيب آخر سؤال عندنا فضل والله إحنا بنحب الكابتن وصام عرابي قوي وكون بنسأله يعني ليه كابتن ما دربتش فريق الناشئين أو الفريق الأول بتاعنادي الأهلي والله طبعاً دي الفريق الأول دي الإدارة لأن أنا مش أنا اللي هقدر أقول أنا همسك أو لا لكن هو الناشئين فيه فترة أنا كنت بعت ومسكت بقى فرق زي ما قلت لك في الدرجة التانية أو الدور الممتاز أو سفرت برا ويعني مسكت بلكده فرقت 15 سنة في النادي الأهلي الوحدي بس الكلام ده سنة 2000 ولا حاجة ولا أول ما بطلت آه يعني مرة مساعد مع حساب البدري في الأول ثم مسكت فريق بعد كده آه يعني يمكن كنت أنا مهتم أكتر بأن أنا أمسك فرق كبيرة خارج النادي يعني لكن الله أعلم لو الفرصة جات تانية ممكن ولا طيب